بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله معدنا مع المحاضرة التانية من محاضرات الجافا مادة M105 اخر حاجة وقفنا عندها المحاضرة اللي فاتت كان سكشن 2.2 بيتكلم عن Our First Program in Java اول برنامج ليك هتعمله في الجافا كل فكرته ان هو بيروح يعمل عملية طباعة لLine of Text بيطبع فقط نص بسيط جدا كان Welcome to Java Programming طبعا مش الهدف فقط ان احنا نروح نعمل عملية طباعة للسطر ده ولكن عايزين نتعرف على بعض المفاهيم وهو ده موضوعنا النهاردة من خلال البرنامج البسيط ده هنتعرف على حاجات مهمة جدا جدا زي ايه؟ زي الفكرة بتاعة الكومنت احنا اتفقنا مع بعض المحاضرة اللي فاتت ان انا عندي نوعين من الكومنت ممكن يكون الكومنت Single Line او ممكن يكون Several Lines او Multiple Lines لو كان Single Line سطر واحد بستخدم الشرطتين دول اللي هم To Front Slashes تمام؟ كل الهدف من الكومنت ان انا اقدر اخلي السطر اللي بعد الكومنت ده او الكلام اللي بعد الكومنت الكمبيلر يعني يعمله عملية ignore يتجاهله تماما وزي ما اتفقنا مع بعض الكومنت ليه استخدامات كتيرة اقدر استخدم الكومنت في فكرة ان انا اخلي البرنامج بتاعي يكون يعني الريدابيلت بتاعته اعلى امكانية الكراءة اعلى ليه؟ لاني بعمل To Front Slashes بمنظر ده وبكتب اي شرح انا عايزه للسطر اللي هيا ليه او ممكن اكتب شرح لنفس السطر اللي قابله يعني مثلا لو انا جيت كده كتبت هنا System.out.println Welcome to Java Programming وبعد كده عملت السمي كولم بتاعتي وفي الاخر خالص عملت To Front Slashes وكتبت اللي انا عايزه هقول له مثلا ان ده عبارة عن عملية Print لLine of Text يبقى الكمبيلر هيعمل ايه؟ هينفس كل السطر ده واول ما يروح يلاقي To Front Slashes هيتجاهل اللي بعديهم تماما طيب لحد الان انا كده فاهم فكرة الكومنت بالنسبة للسينجل لاين المالتيبل لاين بيكون بالمنظر ده المالتيبل لاين بيكون بالمنظر اللي انت شايفينه ده عبارة عن Front Slash Asteric وفي الاخر خالص اوعة تنسى الاسترic Front Slash وكتب اي عدد أسطر انت عايزه طب ايه الهدف؟ الهدف يعني بيكون دائما المسألة دي بهدف عملية Documentation بتعمل Documentation لمين للبرنامج بتاعتك البرنامج بتاعك علشان الخاطر توضح البرنامج ده ايه الهدف منه؟ ولكن كل اللي عايزك تعرفه انك انت عندك ثلاث ملفات الجافا والجافا سي والجافا دوك الجافا دوك مسؤول عن عملية Documentation للبرنامج تمام؟ او للجافا ككل يعني والجافا ده عبارة عن الجافا سي اولا ده عبارة عن الكمبيلر اللي بيحول من السورس كود للبيت كود وقلنا الكلام ده المحاضرة اللي فاتت وهو برضو الملف اللي هو بيحول اصلا من امتداد لامتداد السورس كود بيكون امتداده .java بيحوله البيت كود اللي هو .class وعندي الملف الاخير بتاعي اللي هو اسمه ملف الجافا java.exe ده بيكون بمثابة jvm java virtual machine زي ما اتفقنا كل جهاز بيكون ليه الجافا virtual machine الخاص به بناء على نوع الoperating system ودي ميزة جميلة بتخلي يعني البرنامج بتاعي بكتبه مرة واحدة وشغله anywhere تمام؟ write once run anywhere وده من المزايا الجاميلة في الجافا واتفقنا مع بعض المحاضرة اللي فاتت ان مايكروسوفت بتقلد شركة sun او شركة اوريكل في الوقت الحالي في فكرة الجافا virtual machine بتعمل لها virtual machine خاصة بيها علشان خاطر برامج مايكروسوفت بدل ما تشتغل على الاجهزة يعني اللي بتنزل عليها ويندوز فقط ممكن تنزل على اجهزة تانية وده بيحقق طبعا مبيعات اعلى ده بالنسبة لفكرة الملفات الجافا دوك والجافا سي والجافا عايزين بعد كده ننتقل لبعض الملاحظات البسيطة طبعا انت لو جيت بعد المحاضرة وقريت الكلام المكتوب في السلايدز هتلاقي المسألة سهلة جدا 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 في الفهم مجرد كراءة سريعة والحاجات اللي محتاجة حفظ ياريت تكتبها في ورقة خارجية بحيث انك انت يكون عندك ورق كتير جدا للاجزاء النظري عشان لما تيجي يوم الامتحان يبقى انت كاتب الكلام ده بايدك وفاكر انت كتبت الكلام ده امتى زي ايه هقولك على حاجة مهمة دلوقتي يا ريت تكتب لي التعريف بتاع ده على ورقة هتقول لي يعني ايه انا معرفش طب انا هشرح لك حالا وهتفهمه ولو سمحت الساطرين اللي وراهم اكتبهم في ورقة خارجية يبقى انت خلاص كده اصبح معك التعريف بتاعه علشان لو جالك السؤال النظري يبقى حضرتك فاهم والحفظ بالنسبة لك اسهل مما تتخيل يعني ايه syntax error؟ syntax error بكل بساطة ان هي عبارة عن اخطاء بتكون في الرول بتاعة اللغة في language rules بيسموها syntax يعني ايه برضو انا مش فاهم هبسط لك المسألة مش انت عندك قواعد للغة الانجليزية والقواعد دي انت بتلتزم بيها تمام يعني مسلا هتقول اي هتقول اي ام ما ينفعش اقول اي مسلا انت عندك ام وايز و ار ما ينفعش اقول اي ار مش دي رول انت عارفها صح اي ام يو ار دي رول لو انت خلفتها يبقى انت كده دمرت اللغة الانجليزية بتاعتك صح? ولو جدت اكلمني مش هفهمك لاني مش عارفت عايز تقول ايه نفس المفهوم انا بخاطب الكمبيلر دلوقتي فبكتب رولز معينة بكتب قواعد معينة لو انا خلفت القواعد دي الكمبيلر هتطلع لي اخطاء الاخطاء دي بيسموها اخطاء السنتكس ارور وعشان هي الاخطاء اللي بيكتشفها الكمبيلر فسموها او بيسموها ايه بيسموها او بيسموها او بيسموها يبقى كل المصطلحات دي بمعنى واحد عبارة عن اخطاء في كتابة اللغة بتاعة الجوفا اللي احنا بنتكلم عنها في الوقت الحالي بيطلب منك طلب بسيط جدا ايه هو? تعال اروح على البرنامج واعمل لي اي ارور زي ايه? تعال كده بدل اكتب او يو فقط ايه اللي انت لاحظته? اه البرنامج جميل جدا ده بيساعدني في اكتشاف الاخطاء اللي من نوع سنتكس ارور اللي من نوع كومبيل ارور البرنامج بيكتشفها وده جميل جدا ده كمان جيب لك تحت منها خط ولو قفت على الخط ده كده اهو هيقول لك الخطأ ايه او لو روحت وقفت على علامة التعجب ديت هيقول لك ايه كان نوت فايند مش لاقي السيمبل الاسم اويو ده ايه ده ده فين معرفوش اه يبقى بيدور على كلمة اوت مش لقيها صح يا بانت لازم تروح تكتبها صح وطالما تكلمنا عن النوع بتاع السنتكس ارور عايز اكلمك على نوع اسمه لوجيكال ارور كنوع من الدردشة علشان خاطر تكون فاهم الفكرة الكمبيلر ارور او الكمبيل ارور او السنتكس ارور احنا عرفنا انه هو خطأ في كتابة اللغة طيب تمام خطأ في الرولز اللوجيكال ارور بقى لا ده مش خطأ في كتابة اللغة البرنامج عندك تمام وجميل وكل حاجة تمام والتزمت بالقواعد ولكن النتيجة اللي انت محتاجها طلعت مختلفة عن النتيجة اللي ظهرت لك لو سمحت انا مش فاهم حاضر لو انا جيت كده قلت لك اجمع لي خمسة زائد خمسة وكتبت كل المطلوب في الاكوات كتبته صح وبدل ما يطلع لك عشرة طلع لك خمسة وخمسين يا عم ده خمسة زائد خمسة عشرة ايوة طلعت خمسة وخمسين هو عمل ايه اعتبر ان الخمسة دي سترينج والخمسة التانية سترينج فبدل يجمعهم بدل ما يروح يجمعهم راح اعمل عملية اسماء عملية يعني ايه راح دماجهم جنب بعض كاني بقول له احمد وامر فلازم يطلع لي احمد امر دماجهم حطهم جنب بعض وكانهم اسماء صح كده فبدل ما يطلع خمسة وخمسة عشرة طلعت لخمسة وخمسين للأسف البرنامج ما بيكتشفش حضرتك اللي لازم تكتشفه بالعين المجردة وتبدأ تعمل عملية تريسنج تبدأ تعمل عملية تتبع علشان تعرف اخطائك اللي انت عملته يبقى لو جالك في الامتحان سؤال عن الكمبيليشن ارور واللوجيكال ارور خلاص انت كده فهمت الكمبيل ارور بيكتشفه او سنتكس ارور بيكتشفه الكمبيلر وفي ميزة جميلة جدا البرنامج مش هيشتغل الا لما حضرتك تصلح للاخطاء ديت مش هيرضع يشتغل تمام ودي من اجمل مزاة ولكن اللوجيكال ارور البرنامج بيشتغل عادي جدا وبتطلع الاخطاء اثناء تنفيذ البرنامج اثناء الشغل انت عملت لي برنامج لحساب مرتبات الموظفين انا عندي موظف بيقبض الف جنيه وعلوات خمسمائة جنيه وبدلات مش عارف قد ايه المفترض لو انا جت كده جبت وراء وقلم وكتبت الحاجات ديت هيقبض مثلا الف وثمانمائة جنيه طلع بدل الف وتمانمائة طلع الف وتسعمائة يبقى انت عندك غلط معين ده بيسموه ده نتيجة اخطاء العنصر البشري طيب لحد الان الفكرة اصبحت واضحة هنا بقى بيقولك ايه يعني بعض المنظمات وبعض الشركات بتفضل انك انت تشتغل بفكرة الكمنت علشان خاطر يعني يكون في عملية وتوضح اللي هو الغرض من البرنامج بتاعك طبعا المسألة دي بتبقى جميلة يعني بتوضح التيم والديت والأسر والبيانات كلها بتاعت البرنامج ووصف كده بسيط للبرنامج ودي من الحاجات المتعارف عليه بدأ بعد كده يكلمك عن حاجة اسمها البلانك لاينز يعني الايه السطور الفاضية لو انا جيت كده مسلا بعمل برنامج وجيت روحت عملت سطور فاضية قال لك ما فيش اي مشكلة خالص الكمبيلر بيتجهلها ما بينزلش انتر لانك انت ما طلبت شانو ينزل انتر بيطبع لك البرنامج عادي جدا بيقول لك تعالى الاول نشيل تعالى نشيل الحاجات دي علشان خاطر ما لا تلغبطش هقول له welcome to java تمام وبعد كده هنا اقول له ln وهاجي هنا هقول له برضو welcome to c sharp وهشيل الكلام ده تمام وهقول له هنا برضو print ln هو انا بتكلم على السطور دي الفاضية ديت هو مش هينزلها تعالى شغل كده البرنامج هتلاقي هيعمل ايه هيطبع لك welcome to java وبعد كده ينزل سطر واحد فقط ويطبع welcome to c sharp اذا هو تجاهل الجزء ده لانك انت لازم تطلب منه صراحة يعني ايه يعني ساعدتك تجي كده وتقول له انا هنا عايز انزل سطر جديد اهو عايز انزل سطر جديد وياجي كده انزل سطر تاني هتقول لي بس الميثود اللي اسمها print ln دي ميثود فاضية ما خدتش اي قيمة ايوة الا استخدمتها فقط في طباعة سطر جديد تمام يبقى انت ممكن تستخدمها اكتر من استخدام انا هنا عايز انزل سطرين فاروحتك هتتهى مرتين تمام اروح اشغل البرنامج بتاعي يبقى انا طلبت منه الكلام ده صراحة وزي ما انت شايف النتيجة نزل فعلا سطرين طيب كل الكلام ده كلام جميل في حاجة بيسموها white space للمسافة البريئة يعني انا لما اجي مثلا اعمل اي مسافة وليكن المسافة مثلا هعمل مسافة كده بالمنظر ده هاد المسافة دي اللي انا عملتها دية الكمبيلر يعني هيتجهلها ولا ياخدها في الاعتبار لا خلاص ما فاش اي مشكلة خالص ولكن طبعا يفضلنا كده ما تعملش الكلام ده دي مسافة عادية جدا مش حتأسر ولكن المسافة في الجزء ده لو انا عملت مسافات كتيرة جدا قلت له ويلكم ومسافات كتيرة جدا ما بين اتنين دقلت لك ما هو بيطبع اللي انت عايزه بالظبط هو مالوش هنا هو يدخل فطبع لك فعلا المسافات اللي انت شايفها دي لانك انت قصد انك انت تعمل المسافات ما بين اتنين دقلت اكتب عندك اي حاجة مكتوبة ما بين اتنين دقلت بتتطبع زي ما هي طيب كل الكلام ده كلام جميل المسافات ديت بيتم تجاولها طبعا بوسطة الكمبيلر دي المسافات الويت سبيس لمسافات البريد طيب ما فيش اي مشكلة خالص طبعا بيقولك انك انت المفترض يعني تعمل مسافات او تحط مثلا بتعمل مسافات او تنزل انتر يعني تحاول تخلي البرنامج بتاعك يكون فكرة الريدابيلة بتاعته اعلى طبعا ده بيكون افضل ليك يعني ما تجيش مثلا تقول لي والله انا هعمل الكلام ده تعال انا راجل برجرامر ومعليش يعني انا بوفر انا بخيل شوية في كتابة الكود هيجي كده عملت system.out.println وهعمل الكلام ده هقول لك اه ما هو يعني انت ما فيش اي مشاكل خالص هيطبع روح شغل البرنامج بتاعك هيشتغل لان ده نهاية السطر بتاعه اهو نهاية السطر وبعد كسطر جديد ما فيش اي مشكلة خالص ولكن غير مقروء او مقروء ولكن بصعوبة فيفضل ان حضرتك تعمل لي المسافات بالمنظر اللي انت شايفه ده وتنزل enters يعني عدد من ال enters اللي هيساعدني في قراءة الكود فيما بعد لاني نزميلك ومن حقك علي انك انت تراعيني اثناء الشغل طيب تمام كل الكلام ده كلام جميل بعد كده بدأ بيتكلم كلام اقصر اهمية على فكرة ال class ال class declaration عملية التصريح او الاعلان عن ال class احنا قلنا لما نيجي نشتغل على class اهو في البرنامج بتاعنا بقول له public مسافة class مسافة اسم ال class واتفقنا مع بعض ان الحرف الاول من ال class capital طب لو انا جيت عملته small لو عملته small برضو خلي اسم الملف small يعني هيكون welcome حرف ال l الحرف ال w هنا small والبرنامج هيشتغل معك مفيش مشكلة ولكن انت مراعيتش ال rules اللي احنا اتفقنا عليه اللي بيسموها ال convention name او ال naming convention لازم يكون الحرف الاول من ايه من ال class يكون كابت ال public دي كلمة محجوزة وليها اهداف محددة وكلمة class دي كلمة محجوزة علشان خاطر اروح اعمل بيها عملية declaration لclass طيب لحد الان الكلام ده كلام جميل هو هنا بيقول لك على الاقل اي برنامج من برامج الجافا لازم تكون مكونة من class واحد على الاقل ممكن تكون مكونة من الف ولكن على الاقل لازم يكون في class واحد عندي الكلمة دي بيسموها keyword class دي keyword او بيسموها reserved word يعني كلمة محجوزة محجوزة في الجافا لغرض محدد ال class محجوزة علشان خاطر اروح اعمل عملية declaration لclass باعلن عن class بنشأ class من خلالها تمام دي بيسموها ال keyword او reserved word ال keyword يلا الناس اللي بتكتب ورايا في ورقة انت كتبت ورايا حالا من شوية اهو التعريف بتاع ال syntax error عرف لي كمان في الورقة اللي مع حضرتك ال keyword يعني كيوورد are reserved for use by java and are always spelled with all lower lower case letters يعني محجوزة لاستخدام محدد وجار العرف ان بيكون كلها small كلمة class بيكون كلها small يبقى انت كده فاهم معايا وحافظ كل شيء من خلال الفهم ال keyword كلها بتكون small ال keyword بيكون لها استخدام محدد من قبل الجافا وكمان اتفقنا ان الحرف الاول من اسم ال class ال identifier بتاع ال class اللي هو اسمه يعني هنا مقصود بكلمة identifier اللي هو الاسم اللي انا اختارته للكلاس بيكون الحرف الاول منه كابت قال لك والله علشان ما تتعبش يعني انا جمعت لك كل الجافا keywords او الجافا reserved words اهي طبعا دي مش للحفظ ولكن يفضل انك انت تقراهم علشان خاطر تكون عارف ايه هي ال keyword اللي محجوز الغرض معين طب يعني ليه بتقول لي علشان حضرتك ما تستخدمهاش في غرض تاني هنيجي بعد كده نروح نعرف متغير هقول لك عرف لي متغير ما تروحش تعرف لي متغير اسمه while ما تعرف ليش متغير اسمه catch ما تعرف ليش متغير اسمه void يبقى الحاجات دي لها استخدامات محددة في الجافا رجع بعد كده لو انت بتقرأ كل كلمة موجودة في السلايدز هتلاقي كل كلمة ليها اهمية بيقول لك على فكرة true وال false برضو من ال keyword شكرا وكمان النل النل دي محجوزة برضو كkeyword ليه علشان خاطر تعمل reference to nothing لو سمحت انا مش فاهم يعني ايه reference to nothing حاضر لازم اشرح لك ال reference بالتفصيل واحنا بن carry object من class هقول لك يعني ايه reference ولكن عايزك تعرف حالا ان النل عبارة عن reference to nothing طيب لحد الان الكلام ده كلام سهل جدا مفوش اي حاجة خالص اتفقنا ان انا عندي rules عندي قواعد انا بلتزم فيها او بلتزم بيها في التسمية اول حاجة قلتها لك اسم ال class الحروف بتاعته اول حرف لازم يكون capital طيب وال method اه انا فكر المحاضرة اللي فاتت قلتلي small طيب جميل طيب ممكن اسألك سؤال تفضل طيب لو كان اسم ال class مكون من اكتر من كلمة هتقول لي sample class name هقول لك والله حرف ال s هنا اكيد احنا اتفقنا النهاردة والمحاضرة اللي فاتت ان حرف ال s يكون capital طيب وبعدين قال لك اه الحرف الاول من كل كلمة يكون capital يبقى اكتب عندك كده في ال name convention rules بتاعت التسمية ان الحرف الاول من كل كلمة بالنسبة للكلاس الحرف الاول بيكون capital ال s capital ال c capital ال n capital ال class name زي ما اتفقنا ده بيكون اسمه identifier بيكون اسمه identifier لما قل لك identifier اول حاجة لحد الان هتروح لزينك هتقول لي اه ده ال class name اسم ال class احنا قلنا welcome one واتفقنا حرف ال w capital شكرا هل في قواعد معينة لازم اختارها وانا بسمي اسم ال class يعني ينفع سمي class شريف ينفع سميه احمد ينفع قال لك اه في rules معينة ايه هي rules يلا اكتبها ورايا مسموح بكل الحروف شكرا مسموح بكل الارقام شكرا مسموح بال underscore مسموح بال dollar sign ولكن لو سمحت ما تبدأش ب digit ما تبدأش برقم يعني هتقول لي welcome one تمام ما تقوليش one welcome مسموح بال underscore ومسموح بال dollar sign وغير مسموح ببقية الرموز الغريبة خلاص كده تمام بلاش فكرة اللي spacing يعني هقولك welcome مسافة one لا انا اسف قوله welcome underscore one تاني هقوله sample class name ما عنديش spaces ما ينفعش هقوله sample مسافة class مسافة name ولكن ينفع هقوله sample underscore class underscore name يبقى دي الرولز او القواعد بتاعة ال identifier عشان وانت شغال تشتغل تمام طيب تمام عايز اقولك على حاجة مهمة جدا ودي بتختلف من لغة برمجة للغة برمجة تانية فكرة case sensitive في لغات بتكون حساسة لحالة الاحرف وفي لغات ما بتكونش حساسة لحالة الاحرف لحظكم الجوافة من اللغات الحساسة لحالة الاحرف غير ال visual basic ال visual basic ال capital والسمول مش هتفرق زي ما انت عايز اكتب اللي انت عايزه هو البرنامج بيشتغل لو كتبت له احمد capital او كتبتها small هي هي لكن هنا لأ قالك لأ دي case sensitive الناس اللي بتستعد معايا من اول يوم للكلام النظري يبقى احنا بنشتغل النظري وعمل في نفس الوقت هل الجوافة case sensitive ايوة ودي له مثال ال a1 كادنتفاير بتختلف عن a1 حرف a capital وحرف a small دي حاجة ودي حاجة تانية خالص تمام ال public يعني رجع تاني حاول يوضح لك فكرة ال public وفكرة ال extensions والكلام ده احنا اتفقنا اتفاق مهم جدا قلنا له ان اسم ال class بتاعي هنا welcome one وحرف a capital يبقى حضرتك مضطر انك انت تسميلي الملف بتاعك welcome one dot java بنفس الاسم اهوة وكأنك بتاخد السطر ده كده copy وبتقول له dot java حرف ال w فكرة ال public علشان خاطر حضرتك ما تسألتش فيها انت خلاص فهمت ان ال class دي كلمة محجوزة بهدف عملية ايه اعلان عن class بروح اعمل class declaration ال public دي لما بقولك ان ال class ده public اقدر اشوف ال class ده من الخارج خلاص نقطة ده من اول السطر مش عايز اقول اكتر من كده علشان بعد كده هنشرح الكلام ده بالتفصيل يبقى ال public بغرض ان انا اقدر اشوف ال class ده من الخارج ايه هو الخارج هنعرف بعد كده يعني خارج ويعني ايه اقدر اشتغل من داخل ال class ومن خارج ال class وامتى اقدر اشوف ال class ده اقدر اشوف مكوناته اقدر اتعمل مع المسجز اللي فيه امتى character reference كل الحاجات دي تلاقيه سهلة جدا ما فياش اي صعوبة خالص ولكن احنا مش عايزين نسبة الاحداث طيب لحد الان الفكرة دي جميلة جدا بدأ بعد كده يكلمك عن ال prices ال prices اللي احنا اتفعنا احنا عندنا نوعين من النوع الاول ال price ده اللي هو ده لما بفتح ال price ده وقفله يبقى انا خلاص بقى فهمت ان دي عبارة عن method اهو ما دي method اسمها مين رحت عملت بعدها prices هتقول لي معنا كده ان ال print ln دي method ايوة ال print ln والprint برضو اعتبر method في منها بياخد برامتر وفي ما بياخدش برامتر هنا اخد برامتر البرامتر ده نوع string عبارة عن array string اسمها arcs هنا البرامتر ده string والبرامتر ده string شكرا يبقى ده البريسس بتاعة الميثود ولكن عندي بريسس تانية بتحول بادي اي ان كان بقى البادي يعني ده الجزء ده اهو الكيرلي بريسس ديت مع الكيرلي بريسس ديت open و close بتحول بادي بتاع الميثود طب وهنا اه ده بيحول بادي بتاع الكلاص اي ان كان اللي فيه يبقى احنا كده عارفنا نوعين من انواع البريسس هقولك على حاجة جميلة جدا 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 ايه هي طالما فتحت كيرلي بريسس لازم تقفله اذا لو جالك في الامتحان سؤال من الاسئلة اللي بيقولك اكتشف الاخطاء ماشي find الارز اللي معايا في البرنامج وصلحه اول حاجة تعد الكيرلي براكتز ديت لو لقيتها فردي يبقى عندك مشكلة لازم تلاقيها زوجي ليه؟ لان كل واحد بتفتحه بتقفله الحتة دي مهمة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى انا كده ما عنديش مشاكل شكرا يبقى دي ملحوظة عندك لازم تعد البريسس بتلاقيهم زوجي بعد كده بيقولك يعني يفضل انك انت تعمل مسافة بادئة اهو يعني بعمل كده مسافة كده صغيرة بادئة علشان خاطر يكون الكود بتاعي ريدابو المقروع الحاجات دي يعني سهلة مش محتاجين احنا نقف عن ده طيب برضى بيكلمك عن البريسس والحاجات دي والسينتكس ارور اللي تكلمنا عنها كتير وبيقولك ان في بيرز زوجين من البريسس طبعا قلنا الكلام ده مفيش اي مشكلة خالص كل الحاجات دي حاجات سهلة جدا انت مجرد انك انت تقراها هتلاقي نفسك يعني حاجات اسهل مما تتخيل اتفقنا ان انا لما اجي اشتغل داخل الكلاس علشان خاطر الكلاس يشتغل والبرنامج يشتغل الjava virtual machine بتاعتي اللي بتروح تعمل عملية execute للapplication بتعمل run للapplication بتشغله اول حاجة بتدور عليها الميثود اللي اسمها main method بتروح تدور على public static void main string args ليه لان دي هي نقطة الانطلاق بتاعتي اللي starting point بتاعتي من خلالها بيبدأ تشغيل البرنامج هتقول لي طب واي حاجة خارج المين method هقول لك لو انت رحت عملت لها refer داخل المين method هتشتغل غير كده ملاش اي اهمية وهنعرف الكلام ده في حينه يبقى لازم اي حاجة هشتغل بيها يكتبها صراحة داخل المين method يا اما روح اعمل لها عملية refer وهنعرف يعني ايه المقصود بكلمة refer داخل المين method بالتفصيل يبقى انا كده فهمت المين method public عرفتها public لو انا قلت له public الكلس علشان خاطر الكلس ده يكون مرئي من الخارج ولكن جار العرف ان المين method بتكون public جار العرف ان المين method يعني انا لحد الان ما شفتش اي حالة فيها المين method ولكن لو تعرضنا الحالة زي كده هنقشها مع بعض بالتفصيل داخل المقرر بتاعنا يبقى انت هتقول له على طول public static void مين ايه الفرق بين static و void و public هل في فرق بينهم وكل واحدة لا استخدامتها هنعرف الكلام ده في حينه ولكن عايزك تعرف في الوقت الحالي ان void دي عبارة عن keyword واكيد طبعا static keyword و public keyword انا معايا طالب زكي بيقول لي معنا كده ان هما كلهم small انت فاهم صح عندك حق public كلها small و static كلها small و void كلها small ما قلت ليش فايدة void ايه دي عبارة عن keyword الهدف منها بتقول لك ان الميسود دي ما بتعملش return value يبقى اول ما اقول لك void هتقول لي ان الميسود دي ما بتعملش return value معايا طالب فاهم وشاطر وبيقول لي معنا كده ان في ميسود بتروح تعمل return value بترجع لي قيمة يعني مثلا ممكن تروح تجمع رقمين وتريتيرن الريزلت بتاعتهم هقول لك اه يبقى انت كده عندك نوعين من الميسود واحدة بتعمل return value والتانية ما بتعملش return value طيب لحد الان تمام ولكن public static void من بتاعتي المين ميسود ما بتعملش return بتنفذ action معين بتperform بتعمل perform بتنفذ task معينة طيب لحد الان الفكرة اعتقد واضحة وما فياش اي مشكلة خالص اتفقنا ان البادي بتاع المين ميسود بيكون محاط طبعا بالكيرلي براكت الopen والكلوز كيرلي براكت طيب لحد الان الفكرة واضحة ما فياش اي مشكلة خالص واي كلام بكتبه ما بين اتنين double كوتيشن بيكون كلام بيكون كلام طبعا لو عملنا مسافات احنا اتفقنا لو عملنا مسافات مش هيتجاهلها لانها ما بين اتنين double كوتيشن الخلق السيستم.out قالك ده object ولكن السيستم.out println Mintln دي عبره عن مثل يبقى لما بقول لك system.out تقول لي ده object لما قولك system.out println الهدف منها استخدام المثل الاسمها println بتروح تعملي عملية طبعا تمام وطبعا بيجي بعدها الارجيمنت او بيسموا البرامتر اهو الجزء ده كده اهو اللي موجودنا بين البركتس البركتس ديت اهي الجزء ده بيسموه ارجمنت او بيسموه برامتر يبقى الميثود دي بتاخد برامتر بتاخد الجملة اللي انا عايز اطبعها بتاخد الجملة اللي انا عايز اطبعها اعتقد كده الفكرة كده واضحة ما فيش اي مشكلة خالص رجع بعد كده يكلمك عن السيمي كولن زي ما اتفقنا الجافا الكمبيلر بتاعها بيروح يدور على السيمي كولن علشان خاطر يعرف ان السطر انتهى واتفقنا مع بعض لو جيت كده خدت السطر ده وحطيته هنا ده بالنسبة له عبارة عن سطرين حتى لو بالنسبة لي انا سطر واحد لا هو بالنسبة له سطرين لانه بيجي بعد السيمي كولن خلاص بيوقف وبيبدأ يشغل سطر جديد يعني انت عايز تقولي لو انا جيت كده تعالي اجرب كده حركة كده متشفى تشتغل ولا لا انت عايز تقولي ان ده عبارة عن سطر واحد اقولك اه روح شغله هتلاقي في ان هي عبارة عن سطر واحد اهو طبع وطبعا راح يشتغل بالاي بالكونكاتينيت اللي هي علامة الزائد علشان تدمج مبين اتنين دابل كوتيشن ده مجمبين ده وده وده علشان خاطر يظهرهم كلهم وكانهم جملة واحدة يبقى بدمج بايه بالعلامة الزائد بيسموها علامة الكونكاتينيشن وطبعا هنشتغل بيها بالتفصيل يبقى ده بالنسباله عبارة عن سطر واحد وكأني جيت كده وعملته كده بالزبط هو هو سواء كتبته على سطر او كتبته على سطرين او عشرة هو بالنسباله النهاية بتاعته الترمينيشن بتاعته بروح اترمينيت يعني انهي السطر بالايه بالسيمي كولن هنا بيقولك على بعض الحاجات اللي انت مفروض تعملها لو انت روح تشيلت السيمي كولن كده اللي هيحصل تعا نشوف شيلت السيمي كولن طبعا بيقولك ان فيه خطأ تعا نروح نشغل البرنامج هيطلع لك الارور هقوله run anyway اشتغل ولكن طبعا طلع لك خطأ الخطأ ده بيقولك expected متوقع منك انك انت تعمل السيمي كولن طيب كل الكلام ده كلام جميل ما فيش اي مشكلة خالص كلام سهل جدا لو انت بقى حبيت تروح تعمل عملية modify للفرست بروجرام بتاعك تعدل في البرنامج بتاعك يا ريت تعدل في البرنامج زي ما هو قالك تمام وتقولي ايه النتيجة هيكون ده موضوعنا المحاضرة الجاية باذن الله نروح نعمل عملية ايه تعديلات على البرنامج اللي احنا اشتغلنا عليه هتكون تعديلات بسيطة ولكن الهدف منها طبعا ان احنا نزود مهارتنا في كتابة الكود وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة وقفنا لحد صفحة 14 من اول سلايد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته